ومباشرة من ديقار ينضم إلينا الآن عدي الجابري الكاتب والمحلل السياسي بداية مرحبا بك يعني عشرة أسماء لمرشحي منصب المحافظ ما نسبة أعداد المستقلين وهل يحظون بمقبولية الشارع تفضل شكرا جزيلا لقناتكم الموقرة طبعا احنا دائما محافظة ديقار جاي تعاني مو بتشكيل المحافظ أو بالمسؤول هو قدر ما هي تلبية مطالب المتظاهرين وتلبية الشارع الذقاري أغلب المحافظين واغلب قيادات الأمنية اللي زامنت على إدارة محافظة ديقار كانت فاشلة مئة بالمئة أغلب طلبات المتظاهرين كانت هي تطالب بالتعيينات بالخدمات بمستشفيات بشوارع بخدمات يعني بسيطة أو هي هاي من صلب تتبناها الحكومة المركزية والحكومة المحلية ولكن مع الأسف لم تكن هناك أي استجابة من قبل للحكومة المركزية برئاسة الكاظمي ولا الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظين السابقين أما بالنسبة لما تفضلت كلامك لترشيح المحافظين الشارع الذقاري يطلب محافظ مستقل غير تابع للأحزاب ولا تؤثر على معطيات الأحزاب يعني أنت من تجيب لي أحد المحافظين وتنصبه في محافظة الذقار أنت ليش تخلي لي مجلس استشاري فوق المحافظ إذن أنت هذا وضعت لي هذا المجلس الاستشاري الغاية منعته لإيقاف عمل وأداء عمل المحافظ الذي يتمثل بإدارة محافظة الذقار كذلك لدينا تحفظات على المجلس الاستشاري الذي قام بتعيين حكومة الكاظمي الذي هو متعدد من قبل ثلاثة مسؤولين الذين هم تابعين إلى حزب الدعوة وإلى التيار وإلى الفضيلة يعني إذن إحنا رجعنا إلى المربع الأول وهذا سوف يساعد على عدم استقرار المحافظة طيب يعني يفترض ووفق مصادر أن يلتقي الكاظمي بنواب ذقار اليوم بشأن هذا المنصب يعني هل تتوقع أن تفرض الإرادات السياسية رأيها بالتالي العودة للمحافظين المتحزبين يعني على مدى مثل ما ذكرت جنابك على مدى سنين ومحافظين كثر يعني كانوا منتمين للأحزاب وهذا شيء معلوم وواضح شن اللي يقدموه للناصر طيب خلي نغير خلي المستقل ونشوفه حتى ما مكتف يقدر يشتغل براحته فضل عزيزي بالنسبة للحكومة نحن نتمنى عندنا مستقلين في محافظة ذقار ولدينا كفاءات في محافظة ذقار ويستطيعون قيادة دفة المحافظة لكن أنطيني هل باستطاعت هذا المحافظ المستقل أن يقدم قتلة المتظاهرين قتلة الشباب اللي سقطوا من بداية 2019 ولحد دران هل باستطاعت أن يقوم بتقديم بعض من الأجهزة الأمنية اللي محسوبين على الأحزاب إلى المحاكم؟ راح أقل لك لا إضافة إلى ذلك هل هذا الرجل مخول مئة بالمئة بتنفيذ كافة مطالب محافظة ذقار أطلق صراحة المتظاهرين تحويل القتلة إلى المحاكم المختصة بناء مستشفيات أعطاء تعيينات وليست وعود كاذبة أنا أقل لك سوف يأتون بمحافظ منتمي إلى أحد أحزابهم وسوف نعود إلى المربع الأول في محافظة ذقار ونخسر عدة أبناء من شبابنا الذقاري طيب سبق وأن تمسك الشارع بمطالبه الخاصة بتعيين محافظ مستقل في حال لم يتحقق هذا المطلب يعني التذكرت أنه راح تعود المحافظة إلى الاحتجاجات يعني هل الحكومة يعني راح تصر على التمسك بمحافظة يعني متحزب أم راح يكون لها رأي آخر يعني أهل الناصرية اليوم على استعداد يطلعون للشارع كل يتون في حال إذا رجعوا زين الحكومة ما تفكر بهذا الجانب عزيزي بالنسبة إلى دولة رئيس الوزراء الكاظمي مرهون عمله بأوامر من الكتل اللي موجودة في العاصمة بغدوال وفي محافظة ذقار سيطرت الكتل الحزبية في محافظة ذقار واللي إحنا طبعا كمراقبين وجايين شاهد العمل أكو هنا بعض الكتل المهمة اللي جاي تدخل بشأن القرار اللي ياخذه المحافظة أو رئيس الوزراء رئيس الوزراء الرجل أريد يعني أوصل لك الفكرة بأن هو شبه منزوع الإرادة يتتحكم به الأعزاب والكتل اللي موجودة في العاصمة إحنا لا نغالط أنفسنا يعني أستاذ أدري إحنا قلنا إذا أجي محافظة مستقيل جنابك قلت أكو مجلس استشاري ما ممكن أن يشتغل هذا المحافظ وإذا أجي متحزب حالة من حال البقية طيب أنطيني الحل شنو المطلوب هسه لمحافظة ذقار حتى يستقر الوضع ويستتب الأمن رأيك يعني عزيزي حلها بسيط محافظة ذقار محافظة مستقيل عدم تدخل الأحزاب والكيانات في عمله وشؤونه وإدارته للمحافظة أعطاء صلاحية مئة بالمئة في سبيل قيامة بالعمل المباشر في محافظة ذقار ذلك الوقت سوف تجد كافة أبناء محافظة ذقار وشيوخها وأكاديميها ومستقليها سوف يكونون دعما للمحافظة المستقلة يعني نقطة أساسية أستاذ عديد وبيد إرادة مسلوبة نقطة أساسية حل المجلس الاستشاري وإتيان بمحافظة مستقل مو هذا مطلوب هو هذا الصحيح هو هذا الصحيح طبعا هو يكون غموض يعني يجوز بعض الزملاء غافلين عن شغلة تنصيب المحافظة وإنما المهم أنت خليه لمحافظة مستقل بس إلغيه للمجلس الاستشاري أنت شين فائدة المجلس الاستشاري من أن تجيبه متحزب وتخليه لمحافظة مستقل إذن انت سحبت كافة الصلاحيات من المحافظة طيب يعني فيما يتعلق بمنصب قائد الشرطة واللي يعني تم عفاء القائد السابق هناك ثلاثة مرشحين يعني كشفت عنهم مصادر رسمية وهم يعني اللواء رحيم الصالحي والعميد حسين حسوني والعميد علي الشميساوي يعني ما مدى مقبولية هاي الأسماء وهل يتمتعون بالحكمة لإدارة هذا المنصب الحساس عزيزي بالنسبة للقيادات الأمنية اللي توالت على محافظة ديقار طبعا السبب مو بالتغيير السبب بالإدارة السبب بالتوجه لحماية المحافظة يعني عدة قيادات الشرطة ينصب قائد ويخلع قائد وينصب قائد السبب وين يكمل؟ السبب يكمل في إدارة القيادة أمنية لأن إحنا موجود عندنا في محافظة ديقار انفلات أمني أنا اللي حاجة أحد الأشخاص اللي تم استهدافي بعبوة ناسفة وتفجير منزلي وأصابة ولدي شنوة لأن إحنا ناشطين وجاء نطلحها أين الأجهزة الأمنية؟ بعد دورية بعد 500 متر عن المسكن اللي أنا أسكن به يعني دورية ما تقدر تلقي القبض على السيارات المنفلتة أين دفت الأمور؟ قائد الشرطة مسؤول عن محافظة ما يعرف السيارات منها تدخل ما يعرف الأشخاص اللي يقومون بعملية الاغتيال ما يعرف الأشخاص اللي جايين قتلون عزيزي هاي الأمر أنت أنطيني قائد الشرطة إضافة إلى منصب أنطيني قائد الشرطة مستقل أنا أفضل الأستاذ والسيد عبدالغن الأسدي أن يكون هو مسؤول عن المحافظة كمحافظة أو كقائد الشرطة لأن الرجل له مقبولية في الشارع وله حنك قيادية عظيمة ورجل مشهود لها نعم المحلل السياسي عديل جابري كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضبامك إلينا